نسبة للضيف اللي كان معك يمكن كل هذه الشخصيات هي شخصيات بارزة وقيادات بارزة وهو يريد أن يبرز مثل هذا الأمر بالنسبة إلينا هؤلاء كلهم شأنهم عند الله سواسية وشأنهم عندنا سواسية موضوع الأهمية العسكرية والأهمية الميدانية هذا أمر بلا شك كأنه حاصل ولا أحد ينكره على الإطلاق لكن أن نوزع الألقاب بالجملة فقط لنقول أن العدو الإسرائيلي استطاع أن يصل إلى هذا العدد الكبير من الشخصيات ما نحن في معركة وهؤلاء الشباب يجولون في كل الجنوب ويتحركون وهم مرئيون وهم ليسوا من الجن هم من الأنس يتحركون في القرى وفي المناطق وفي البلدات يضطرون بعض الأحيان إلى أن يكشفوا أنفسهم سواء عبر سياراتهم أو عبر آليات يتنقلون بها وهناك أيضا عيون بشرية الحمد لله موجود يعني من العملاء ما هم يعني موجودون في بيئة معينة الأقبار الصناعية القوات الدولية وما أدراك ما القوات الدولية الكثير من الوسائل التي يستطيع الإسرائيلي أن يصل من خلالها إلى بعض الشخصيات خصوصا أن المنطقة الأمامية في الجنوب اللبناني أصبحت منطقة عسكرية خالصة وبالتالي أي أحد يتحرك هناك هو عسكري بحث حتى لو لم يكن يحمل سلاحا وبالتالي العدو له تفوق جوي بطبيعة الحال ولا أحد ينكر هذا الأمر وهذا ليس بالأمر الذي يدير المقاومة في هذا الإطار أن تغتال شخصيات كما اغتيل سابقا الأمين العام لحزب الله السيد عباس الموسوي وزوجته أن اغتيل أعماد مغني في دماشق اغتيل مصطفى بدر الدين في دماشق اغتيل العديد من الشخصيات طبعا هذا أمر يعني قلت أنه منهج عند العدو الإسرائيلي وإذا استطاع حزب الله أن يقوم بمثل هذا الأمر لبعض الشخصيات العسكرية لكن حزب الله ليس دولة حزب الله مقاومة لا تمتلك كل هذه الوسائل وكل هذه القدرات نحن نتحدث عن كيان إسرائيلي عمره الآن يعني سبعون عاما أو أكثر من سبعين عاما لليوم نتحدث عن ستة وسبعين عام ستة وسبعين عام وكل الدعم الأمريكي والغربي في خدمة هذا العدو الإسرائيلي في حين أن المقاومة في لبنان تعتمد على قدرات ذاتية وأقصى ما لديها ترسانة صاروخية إذا ما وقعت الواقعة سوف ترى بأسها بطبيعة الحال يا أستاذ عدنان وسنقدم لك مجموعة من الصواريخ هدية إن شاء الله لكي نشفي غليلنا جميعا من هذا المجرم الصهيوني الذي دنس أرضنا الرد أنا لا أشارك الأستاذ مهدي بمقاله فقط بل أو أضيف إلى مقاله لأقول أن الرد ربما سيكون ردا متزامنا ويعني بنفس التوقيت وبنفس يعني ومتعدد الجهات ومتعدد الوسائل يعني صواريخ على ممكن شيء بالبحر على ممكن شيء على حقول النفط ممكن على محطات الطاقة أنا الآن بالنسبة لي أنا لو كنت في مكان القيادة في إيران أو في لبنان أو في العراق أنا بالنسبة لي لا أرضى بأقل من أن نضرب تل أبيب ونسوي تل أبيب بالأرض لكن هل هذا نستطيعه الآن؟ ربما لا نستطيعه لكن على الأقل سننتظر ما سيقوله غدا أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بعد أن قال الإمام الخامنئي كلمته اليوم وهذا وعد وعهد قطعه الإمام الخامنئي على نفسه بأن من حق إيران أن تنتقم وواجبنا أن ننتقم وسننتقم يعني هذا أمر طبيعي أما اليمن فحسابه وحساب آخر نتحدث عن العراق أستاذ فيصل أرجوك سيقدم ما للعراق أمامك الآن سيقدم ما للعراق أستاذ